إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقريم كردستان توقيع عقد لإنشاء محطة كبيرة لنقل الكهرباء في قضاء كلار بمحافظة السليمانية بإدارة جرميان المستقلة وقالت الوزارة في بيانة أن وزيرها كمال محمد صالح وقع عقدا بقيمة تزيد عن 18 مليار دينار مع شركة جينفردوس لإنشاء محطة كبيرة لنقل الكهرباء في كلار وأضافت أن المحطة ستعمل على حل مشكلة نقل وتوزيع الكهرباء والحمل الزائد في منطقة القضاء بأكمله وعشرت الوزارة إلى أهمية تنفيذ المشروع مؤكدة أن هذا المشروع سيوفر 165 ميجاوات من الكهرباء لأهالي جرميان